حققت مملكة البحرين ضمن مسيراتها إنجازاته الحضارية نجاحاً باهراً في استضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان 2023 نعم حيث جاء هذا النجاح بفضل الرؤية الثاقبة لسمولي العهد رئيس مجلس الوزراء والجهود الدعوبة التي بذلتها الكوادر الوطنية بروح الفريق الواحد مسيرة إنجازات حضارية حققتها مملكة البحرين ولا زالت تضمنت العديد من المنجزات الرياضية والتي كان من أبرزها النجاح الباهر الذي حققته المملكة في استضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان والذي جاء برؤية حكيمة وفكر الريادي الرفيع لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي جعلت مملكة البحرين محطة رئيسية عالمية في رياضة السيارات جهود بارزة بذلتها مملكة البحرين لتحقق نجاحا متواصلا على صعيد رياضة السيارات هذا النجاح الذي تقف خلفه توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنهض هذه الرياضة بشكل استثنائي وبتفرد قل نظيره من جميع النواحي وأبرزها التنظيم الذي شهده سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان على مدار ثلاثة أيام والذي كان له بالغ الأثر في إبراز السباق العالمي بصورة مشرفة أبهرت جميع المتابعين والرياضيين الدوليين لغة الأرقام هي خير برهان على نجاح مملكة البحرين في استضافتها لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان بما حققته من حضور جماهيري غفير بلغ نحو مئة ألف شخص لتسجل بذلك رقما صعبا خلال فترة وجيزة لتثبت المملكة للعالم مدى ما تتمتع به من قدرات إبداعية تعد مصدر فخر واعتزاز بسواعد أبنائها استطاعت مملكة البحرين أن تثبت قدرتها على استضافة الفعاليات الدولية بكل كفاءة واقتدار وإدارة هذا المحفل الرياضي العالمي وفق أعلى معايير الجودة وإثبات جدارة المملكة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية بسواعد كوادر بحرينية شابة اشتركوا في القناة